مين هيقف حارس مرمى في مباراة الاهلي والعين مين الحارس شوفنا مصطفى شبير حارس للنادي الاهلي في مباراة سيراميكا كيليوب باطرة في نصف نهاء السوبر المصري شوفنا محمد الشناوي حارس النادي الاهلي في المباراة النهائية أمام نادي الزمالك مين بقى اللي هيبقى حارس الاهلي في مباراة العين الاماراتي في الانتر كونتنينتل محمد الشناوي مارس الكولر استقرر ان محمد الشناوي هيكون هو الحارس الاساسي في مباراة العين قولا واحد عشان بس ايه تسمعوا كلام كتير فاطر اللي جاية والاقباطة كتير كل شوية في القصة دي بس محمد الشناوي بالنسبة لمرس الكولر هو الحارس الاساسي لالفرد فدي حكاية ومحمد الشناوي عمل مباراة كبيرة مباراة الزمال الكايد مباراة مميزة من مباراة المحترمة جدا كعادة محمد الشناوي يعني مباراة الكبيرة اكتر بكتير من مباراة ظهر فيها بشكل مش كبير